مواقع الالكترونية كمجرة العادة الصفحات بتاعة التواصل الاجتماعي اللي جاني الإخوان تبدأ تشتغل يقول لك صدر قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين ازاي؟ المنطق بيقول ايه؟ يعني فجأة قبل الدراسة بكام يوم هتتلغي ستة ابتدائي يعني مثلا فلان الفلاني في سنة خمسة هو عارف انه داخل سنة ستة ففجأة اتلغت يعني هو داخل قول إعدادي طب هي حصلت قبل كده عشان تحصل دلوقتي ده ما حصلتش في أسوأ المراحل يا رجل ازاي؟ يعني انت بتستقبل ده ازاي؟ فييجي المركز الإعلامي المجلس الوزراء كمجرة العادة يقرر انه يستفهم ويتواصل فيتواصل مع اوزات التربية والتعليم والتعليم الفني فيقول لهم فيه اي حاجة ليها علاقة بإلغاء سنة ستة ابتدائي في العام الدراسي اللي احنا فيه اللي احنا مقبلين عليه بعد كام يوم فطبعا ترد الوزارة بمنتهى الأريحية لأ طبعا لا صحة لإلغاء الصف السادس اللي ابتدائي اعتبارا من العام الدراسي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وما صدرش اي قرار بهذا الشأن والوزارة بتقول يا جماعة احنا بنشدد عليكم اهو استمرار نظام سنوات الدراسة زي ما هو دون اي تغيير سواء في مرحلة التعليم الاساسي او في مرحلة الثانوية وبتناشد التلامسة كلهم واولئة امورهم بطبيعة الحال عدم الانسياق ورا اي خبر مغلوط ولو عاوزين اي معلومة لو سمحتوا رجعوا للمصدر الرسمي شوف لما يجي يحصل اي شكل من اشكال التغيير في نظام الدراسة ده بيتعملوا شو بقى نظام الدراسة بتعملوا دراسات كتير مستفيدة ثم بيتم اتخاذ القرار من قبل ما يبدأ العام الدراسي بكتير يعني تقولك بدءا من العام الدراسي المقبل سوف يحدث كذا وكذا وكذا ما بنجيش قبلها بكام يقول لا يا جماعة خلاص ما فيش ستة بتدائي طب العام اللي في خمسة بقيت فقوله اعدادي ولا ايه اللي حصل يعني فيش حاجة اسمها كده ده اللي انا بقولهولك المنطق